بعض الناس عندما يبلغ امرأتها يأخذ كل شيء اعضاها. فما الحكم الشرع في ذلك. المهم يا اخوان ان الشخص اذا لم يختار الرجل اذا لم يختار الرجل الصالح فهي تعاج ومشاكل من اول امر. والضمرات تقتل نفتها. لا تحب زوجها. واهلها يضربونها من اجل ان ترجع. ولا يضال الظلمان. فهو لا يحد له ان يأخذ شيئا. الا اذا كانت هي تضغبه. هي التي تضغبه وهو يحبها. فان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم امر ثابت في الغيث بن شماس. ان يضلق المرأة وان ترد عليه حديقة. اما تكون هي التي تحبه. وهو يخلوها. ثم بعد ذلك اذا وصلك اليه ضربها. وضربها. من الى ان تقول انها ما تحبه. المهم يا اخوان. نحن في عصر المشاكل. والمحاكم مملوعة من الجرايا الزودية. والسبب هو عدم التفيد من الكتاب والسنة. المسكين الجشح يأتي والعسى في يده. سنزوجك بفلال. ولكن ماذا? اذا ابت قام يضربها. قام يضربها. فلا. رسول صلى الله عليه وسلم يقول. السيب احب بنفسها. والفكر تستمر. وقال ابنها شكوتها. فبسبب اعراضنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتر المشاكل. لو اعطيتها للاهاد المسجد ذهبا. وانت الذي تكرهها لا يحل لك ان تأخذ المعوش شيئا. ماذا? وهكذا لا فلها اذا كانت هي التي تكرهك. هلا بعشا ان تأخذ مع بيتها.